موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بإخواننا المهتمين بشؤون الأسطح أهلا وسهلا بحضراتكم بأمانة يعني كل ما ببص فيه الفيديوهات المنتشرة على القنوات الفضائية بلاقي كله بقول نزرع طماطم وخلاص محدش وعى الناس أو قال لها المعاد اللي ممكن تجود فيه الطماطم أو تنفع أو ما تتعبناش أو ما تسببناش أي مشاكل تمام؟ على الأسطح المفروض نزرع إمتى؟ فأنا قلت بصراحة على الأسطح ناخد وناخد الجرين هاوس وناخد اللوتنز وناخد النت معنا كله مع بعض وناخده مع بعض وما فيش أي مشكلة خالص نتكلم فيه الحقل المكشوف ونتكلم فيه الطوب الصوة بغن نتكلم فيه الأنفاق المخفضة ونكلم فيه النت تمام؟ آآ مواعيد زراعة الطماطم كل شيء آآ لهمعات يعني حتى بقولوا حتى الهوى لهمعات مش عارف أنه هوى فيه لأنه هوى يعني السخوط من أعلى والهوى اللي احنا بنتنفسه والهوى التاني بتاع ما ده الحناوي المهم خلينا في مواعيد زراعة الطماطم مواعيد زراعة الطماطم آآ فيه على الأسطح يا جماعة أول حاجة آآ انت هتزرع طماطم إيه؟ طماطم أرضي ولا طماطم سلكي تمام؟ دي على الأسطح أو في الحقل المكشوف قلت الأسطح بتاعتك تسيبها أسطح خالص يا إما هتيجي على الأسطح بتاعتك كده وتقسم نصين نص فيه تحط حتة تعمل لنا كده عشة كده فيها آآ عليها بلاستيك ودي تزرع فيها في الشتاء والحتة التانية مربع تاني كده محترم تعمله لنا آآ نت تضلله بنت الشادو نت اللي انت بتشوفو ده آآ وتزرعه لنا في الصيف عشان يحديلك من درجة الحرارة شوية تمام؟ طب يا إما انت سايب السطح كده مع لهوش أي حاجة خالص خالي خالص ما فيش أي مشكل فيه تمام؟ تمام خلي بقى ركز معي عشان لو انت سايب السطح خالي بتاعك آآ ليه آآ أوقات ولو حضرتك حاطت صوف ليه آآ أوقات ولو حاطت صيفي ليه آآ أوقات عندي معلومة بس لحضراتكم صغيرة كده هقولها ورزقي على الله المعلومة دي بتقول ايه؟ المعلومة دي يا حضرات بتقول ان كل ما ادخل على اشاهد اي فيديو على النتة طبعا والله ما بكملش عمر ما كملت فيديو على فكرة ليه؟ لان تقريبا يعني هيجينا ضغطه سكر والشجر مبجيشا للصغيرين فدي مشكلة في حد ذاتها تمام؟ آآ كل ما واحد اتكلم يا جماعة بلاحظها جامد قوي يقولك عشان ناكل حاجة نظيفة ايه حاجة نظيفة دي؟ اولا اسمها حاجة نظيفة تمام؟ سنين احنا بنكونش نظيفة يا جماعة عشان نكون صرحة وسبنا من المياعة آآ في تقديم المعلومة ده في مياعة في تقديم المعلومة احنا ما عندناش حاجة نظيفة انت نظيفة يا سيد الفاضل لما حضرتك تكون عايز آآ تاكل حاجة اورجانيك بمعنى آآ الارجانيك ده علم وليه ظروفه وليه ظروف برامج التسميت بتاعته وبرامج المكافحة ليه علم تاني خالص 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 تخيل النهار ده مثلا ألا ليه صديق في آآ الامارات العربية المتحدة تمام؟ آآ بيبيع بيقول لي خيل الخيار لما بيكون بواحد درهم في اللي هو الخيار العادي اللي احنا بنكله آآ عشان آآ يبقى آآ او نبيع اورجانيك بيبيع عضو اورجانيك وكيميك فبقول لي الكيميكا الواحد درهم الاورجانيك تمانية درهم شايف الفرقة ديه ليه ده اورجانيك فما تقضعش الناس او 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 تقول لي الناس عشان ناكل حاجة نظيفة على فكرة جماعة برضو عشان والله السفه العلم اللي بشوفه انا بقول لحضراتكم حتى الزراعة المائية ما فاش نظيفة ليه لان انا بستخدم كيمويات بدل حضرتك ما بتحط الكيمويات اللي هي الان بي ك وخلوة العناصر الكبرى وعناصر الصغر بدل ما بتحطها آآ بتحطها ليه النبات فيه التربة لا حضرتك بتحطها آآ ليه النبات آآ عن طريق الوريد زي ما واحد تعبان مثلا ما اقدرش ياكل مثلا ببقه ما بتدخلوش العناصر مع الطريق البقه فبيبطروا الدهاله في محلول تمام؟ هو انا نفس القصة في المزرعة المائية بدوه بالعناصر في السليوشن او المحلول المغزي وبضخه على النبات النبات بياخد منه الكيميكال برضو في الزراعة اللي انت بتصرحها على الاسطح احنا بنحط البرامج ديت وعارفين احنا بنكله كيميكال فبس لما تكون آآ انا بقولك كيميكال وحضرتك عارف ان فعلا انت بتاكل كيميكال يبقى دي منزعلش اما واحد هيجزب او ينصب عليك ويقولك انت كده بتاكل حاجة نظيفة لا انت بتاكلش حاجة نظيفة ابدا لا انا بقولها شنا نظيفة انا بقول نظيفة انا كمان لان نظيفة دي مش مستسقها بصراحة خالص تمام بما انه عربي يعني فبقى امنط الله ما تنفعش فيش حاجة اسمها نظيفة الزراعة النظيفة معروفة اللي هي الارجانيك تمام بيوصل الاوزان فيها التاني وثلاث رقم عشري في الدول المتقدمة ما علينا خلينا في مواعدة الطماطم بتاعتنا الكيميكال الغلابة اللي زحالاتنا بيكلوها وربنا الحارس يعني وربنا اديكم الصحة جميعا يا رب اولا عندي الطماطم هنا ازراحة احدد الاول هزرع ايه حقل مكشوف هزرع صواب هزرع انفاق مقفضة هزرع تحت النت الحقل المكشوف زي حدراتكم شايفين في الصورة كده الرجل واقف بعب يهوت وزي الفل وتمام التمام ارجال زي الورد تمام انا عندي حقل مكشوف اقول يا ارضي يا سلكي لو ارضي معك من شهر 15 فبراير لحد واحد ابريل بعد كده هتبقى مقاطرة عليك لان الحرارة بتزيد وهتحصل لك مشاكل كتير طب و ايه كمان ومعت من خلال من خمستاشر تمانية لحد واحد عشرة وانت تزرع ما فيش مشاكل برا وعلى فكرة واحد عشرة دي متأخرة قوي يعني ممكن دي دي تمشي معنا في الصعيد بس او في الصعيد دلوقتي ابتدى يجي دورات السقيع ممكن تشلهالك وانت مخدتش لسه منها محصول لان قدامها ثلاث شهور على ما تجيب فممكن تعمل لنا مشاكل يعني في موضوع السقيع فياريت نقدم يعني من خمستاشر تمانية لخمستاشر تسعة دي محترم ليه ما بقول خمستاشر تمانية يا جماعة لان خمستاشر تمانية في التغيرات المناخية الجديدة عندنا ابتدى الجو يبقى حر ففي المينيا من نزرع او ابمينيا والفيوم والبلاد دي اللي بنزرع فيها من مصر الوسطى يعني بنزرع من خمستاشر تمانية لحد خمستاشر تسعة بشكلة خالص لو اخرنا كده يكون سقيع لو بدرت برضو في اول تمانية ممكن مقبولة شوية بس لو قبل كده الحرارة بتكون عالية جدا بتعمل لنا مشاكل تمام طيب في عروة كمان اللي هي بقى الخريفة بقى اللي بتبقى الطماطم غالية فيها دي بتبقى في شهر بتتزرع في عشرين ستة لحد عشرين سبعة دي بتبقى في منطقة وادي النطرون وبتبقى مكلفة جدا نتيجة انها بتتعرض لازبوب البيضة اللي بتكون ناشطة في الوقت ده بالذات ومشكلتها برضو مشكلة كبيرة جدا عايز الرش كل يوم والتوتا ابسليوتا والحرارة العالية العقد بيعمل معاه مشاكل فانا يخصني ان انا بوضح بس عشان ما حدش يقول انت ما قلتش لحتة دي بس انا يخصني انت بتاع الطماطم اللي حضرتك تزرعها في الاسطح هكتبها لك هلو يفتع الاسطح انت عشان ما تتعبش نفسك ولا تتعب نفسك الاسطح دي هنزرعها هي امان ارضية سلكي الارضي قلت 15 فبراير لـ 15 إبريل بعد كده بتزرعش معاك 15 8-15 9 بتزرع قبل 15 8 هيبقى الجو حرارة عالية فوق الـ 35 بعد 15 9 الجو مناسب في النمو الخضري في 15 9 ولكن هتدخلها هتعمل لي مشكلة في شهر في الصقيع اللي هيجيلي في شهر 12 وانا لسه مقدش من الطماطم حاجة وخصوصا لو صنف بيطول قوي طيح حضرتك لو هتزرع طماطم سلكي بقى على السطح بتاعك بقى يبقى انت معاك بتزرع في افضل وقت لسيادتك يعني في المكشوف انا بقول في المكشوف تمام؟ حضرتك هتزرع في 1 9 المعادة كويس جدا انك تزرع اي صنف على المكشوف على السطح انك مفيش اي مشكلة خالص فيه هيبقى يجود معاك ويبقى زي الفل لان 1 9 بقى 1 10 1 11 1 12 هيبدأ يكون فيه السمار هتجمع منه والدنيا هتكون معاك كويس غير كده انا ما بنصحكش خالص الا اذا كان عندك بلاستيك فالبلاستيك ممكن تزرع فيه شهر 10 مفيش مشكلة شهر 11 برضو مفيش مشكلة ما تزرعش في 12 معك حتى اول 11 الواحد 11 ما تزرعش بعد كده ما نصحكش حتى لو عندك صوب عشان النبات هيقف ويعمل لك مشاكل كبيرة جدا وخصوصا ندخل عليك سقيع خلال ديسمبر ويناير تمام لاحظوا كمان يا جماعة ان لما بنزرع في الاصناف دي في العروات دهيا في كل ما عاد من دول فيه اصناف بتجود فيها على فكرة لان فيه اصناف اساسا عقدة حراري وفيه اصناف مش عقدة حراري يعني عقدة حراري يعني الزهرة بتائد في درجة حرارة عالية نوعا ما لان لو درجة الحرارة عالية زيادة يعني لازم صدقني العقد حراري والعقد بازنجان هينفع معاها يعني خلينا محترمين فيه كلامنا عن المعلومة يعني تمام خمستاشر تسعة خمستاشر دي طبعا فيه اصناف كتيرة في التكنوغرين وفي اجريماتيكو دي من ضمن الاصناف اللي بتجود جدا 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 فيه العروة بتاعة فبراير دي تسم في الاليسة ده كويس بره بيجيد السوبرسترين بي بي بس الهجينة جماعة تمام عندنا برضو فيه خمستاشر تسعة خمستاشر عندنا الزير وعشرة وعندنا برضو الصنف الزير وتسعة تمام فيه اصناف كتيرة بقى منطلة يعني كويسة ولكن الاصناف ده هيت كخصائي السامرية وكده ممتازة جدا تمام طيب هندخل تاني على ارجو ان انا بس اكون يعني الواتس يريد اللي عايزي اي معلومة اتكلم عن الواتس بس لان القناة ممكن اشوفهاش لكل فترة فالتليفون بايدي ممكن ارد عليك على حضرتك على السريع يعني كده تمام الصوب بقى عندي المكيفة وعندي العادية المكيفة دي نستسنيها دي خارج نطاق الخدمة دي تتزرع في اي وقت في السنة واحد في اتنين في تلاتة في عشرين ما عندتش اي مشكلة خلص لان انا مضبط درجة حرارة عن طريق دفاية في الشتاء ودرجة برودة عن طريق المبرد اللي حطينه خورة في الصيف تمام بدي درجة الحرارة بتاعتي زي ما انا عايز صيف في الشتاء مفيش اي مشكلة خلص فديا ازرع مكيف مفيش اي مشكل خلص في اي وقت من السنة طب لو الصوب العادية الصوب العادية زي ما قلنا هي السلكية اللي هنا هي بتجود برد في واحد معك من واحد تسعة اللي واحد عشرة اللي واحد حد عشر بس انت وحظك بقى لو جات السقيع ممكن يعمل لك مشكلة لان السقيع بيضرر ناس كتير هنا في السعودية حتى لو الزارع في بيوت عادية تمام السقيع هنا لما ييجي بيضرب المنطقة الشام اللي بيضربها جميل جدا اي مكان يعني بصراحة لو جات السقيع فهيبيهدل الدنيا يعني تمام اما للصوب العادية اكتر استغلال لها اي خيار خيار تمام طيب الانفاء المنقفضة معروف يا جماعة اللي بيزراعوا الانفاء المنقفضة جماعة اخوان بتوع اسماعيل ليا بيزراعوا الصنف القريت والقريت المحسن والجي اس تمام اعتقد يعني لسه ما فيش حاجة نزلت اكتر من كده او ممكن في اصناف تانية بتتزرع على استحياء ولكن دي انجح اه اصناف موجودة في اه في اسماعيل طب النت يا جماعة دهوت ممكن يخليني لو انا عندي نت مسلا فدانين تلاتة عشرة النت الحضرتك شايف الصورة بتاعته دهوت في الشبك ده ده بيحدي لي بس من درجة الحرارة شوية فبدل ما يبقاش عندي زراعة في اه بدل شهر ابريل برضو في النت وهيديني ان هو ابريل ابريل اول ابريل يبقى ابريل مايو يونيا هيبقى عندي جمع في في يوليا بقى يونيا ويوليا اه هيبقى عندي جمع فالنت بيحمي لي انصمرة ان هي تتشوه من الشمس او يحصل لي اي مشكلة فعلا ان النت النهارة هيخفف لي من اه حد درجة الحرارة يعني هيخفف انا بقول من حد درجة الحرارة كنت صادق معك لانه مش هيمنع الحرارة الجامد ولكن هي يعني هيبقى الى حد ما كويس على فكرة انا نفسي اعمل تجربة اه زراعة اه اه طماطم تحت البيفوت احنا زراعة مرة قدامي ولكن النظام مش عاجبني انا عايز ازرع طماطم تحت البيفوت بس تبقى اه السيستم بتاع الرية بتاعها يبقى اه في الصيف يبقى من ناحيتين البيفوت هيليف فوق ماشي وهعمل شبكة ارضية غش المعلومات مني عشان والله ديت انا بفكر فيه قوي يعني وكان نفسي اعمل فابحس وهعايز اعمل فابحس والله بحيس كل يوم اخد لفة من البيفوت اللي هي السريعة جدا ديان انا عايز نفدان وبرو من تحته برضو ما فيش اي مشكلة خالص اشوف العقد ده هيعمل فيها ايه لو نفعت التجربة اصدق ان هات مصرة تغرق طماطم شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متنسوش الزراعة النظيفة اشتركوا في القناة